بسم الله الرحمن الرحيم يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّوا لَكُمْ أَنْ تَلِثُوا النِّسَاءَ كُرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِيَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا تَيْثُمُونَّ إِلَّا 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 إِيَاتِينَ بِفَاحَشَةٍ مُبَيِّنَةٍ تهينا إذن اكراه الزوجة على أن تأخذ فلا بن فلان ممنوع أنك أنت اللي بتعمك بتخالك كما يلاعرفون أن اللي بتتلعم هذه ما لها الخيار لا 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 يحل الإكراه المرأة على أن تزوج فلان من فلانة يترضيها مدام هي 15 سنة فما فوقها تفهم وليابا هذا يقرها بش كذا فإذا أبوها أخوها أمها تقنع حانته أما بالإكراه بالقوة بالضرب هذا لا يجوز آية واضحة هذا النداء التاسع يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِذُوا النِّسَا كُرْهًا وَلَا تَعْضُنُوهُنْ لا ترِذْها رصب العنه لأن فلوس مرتك مو ماركة مو ماركة مو ماركة ما من حقك فلوس مرتك فلوسها هي تملكها الزوجة تملك المال ملكا كاملا كما يملك الرجل وليس للزوج حق أن يتصرف بأموال زوجته إلا بإذنها وحينئذ هذا الواضح هذا أدب الإسلام أما إذا حصل استثناءات نعوذ بالله نعوذ بالله وهذه نادرة بالمليون واحد إلا أن يأتينا بفاحشة مبينة إذا شفت نعوذ بالله حطرت على يعني كما تعرفون يعني أربع شهود أنها هي من البغاية ومعهم هذا قضية ثانية ذلك الوقت أهلهم يبقوها يومين شاهدنا فرب العالمين عز وجل قدما حث على إكرام المرأة قال إلا أن تأتي بفاحشة أو النشوز شين النشوز تطلع من بيتك زعلانة ببيتها إلا ونت كل شيء ما بسوي إي فزقانان باردك ما دل إيش وراحت وراحت البيتها إلا ما تقبلت درجع ما تقبلت درجع العقاب مولك أنها راحت على بيتها إلا ما تقبلت درجع هذه النشوز ذلك الوقت تمنحها أنت من النفقة ومن كل شيء وأن الله قال لا يحلكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما إلا أن يأتين بفاحشة مبينة أنت زوج تتهم زوج تجيب أربع شود أربع شود وإلا أنت الذي تعاقب تضرب حينئذن حينئذن إذا ما قامت عليها الحجة فيصالح الحجة إذا قامت لا والله قامت عليها الحجة وأنها نعوذ بالله خالة زوجة هذه قضية ثانية ولذلك ولذلك النبي قال انتقوا انتقوا لنطفيكم فإن العرق دساس الزوج عليه أن يختار الزوجة الزوجة مو بس زوجة إليك أم الأولادك من عائلة الأول العرق دساس من عائلة كريمة معروفة أمها أهلها ناس طيبين شرفاء كرام وبنثم مترباية أما شفت لك واحدة حلوة بالشارع ما تعرف يمنين تخطب وتتزوجها في العالم موجود في كل العالم تقريبا واحد شاف واحدة بمقهى بثيل بشارع حكوا بيها يوم يومين والزوجة في الإسلام لا تكون تسأل من أعمامها من أخوالها اشتشتول يداخره وحينيذن وحينيذن يسأل العبد وآباه عن اثنين عن اسمه وأمه وعلمه علمه لك ما علمتني تخليه تقلل اشتغل بالشارع بيعدون درمة يمع اللي راح للمدرسة وخلص كلية وكذا وعن أمي جابين الأم حرف منين ما أحد يعرفها ماله خواله ولا كل أحد مالي قدغلها علم وعلمه شو ما علمتنا ودتنا على المدارس على اسمه وأمه وعلمه اسمه خليه جب لي اسم حلو لا طوال ماذا اسمك ما ندري إيش يعني المسؤولية كبيرة على الأب أن يختار لأولاده الاسم الطيب والأم الطيبة ويعلمهم بخليهم بدون علم وحينيذن يصبح حق الوالدين على الأولاد فرض بكل ما وأما أما لما الله قال وفي الوالدين إحسانا على شرط أن يكون الوالدان قد حقق لأولادهما كل هذه الشروط أما إذا الأب لا علم أولاده ولا حسن اختيار أمهم ولا ربهم والله ولا سألون فيه شاهدنا إيش هذا نادر هذا في هذا الأم غير موجود من فضل الله كل هذا الأم الأب والأم متعارفين من أصل الفصل إلى آخره وهذا من كرم الله عز وجل ولهذا النبي قال كل أم القرآن الكريم قال كنتم خير أمة أخرجت للناس لماذا تؤمنون بالله الأمة الوحيدة التي توحد الله على وجه الأرض هذه الأمة هذا الدين دين أسري عن الأولاد وبس الأولاد والبنات أعمامك وأخوالك وأصلك جدك جديتك يا الله والأرحام يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله الذي تساءلون به وبعد اشتتقي الأرحام والأرحام تقول الله الذي يساءلون به واتقوا الأرحام يعني عماتك خالاتك أعمامك ودير بالك عليهم ما تدير بالك على أمك وأبوك يعني العالم العالم الآن كله يعاني من تفقك والأسر الأمة الإسلامية إلى هذه الدقيقة في كل العالم البيت بعمه وخاله وأمك وجديتك وجديتك وعن فلان من فلان كثير من الأم أنت منه أبوك فلان منه جديتك ما أعرفه جديتك منه ما أعرفه أنت كل مسلم أنا فلان ابن فلان ابن فلان ابن فلان جديد فلان جديد فلان فكذا أم مباركة ولهذا قال كنتم خير أمة أخذت للناس ونسأله تعالى أن يمد هذه الأمة بالخير والبركة وأن يكثر عليها من عطاءاته وأفضاله فرب العالمين عز وجل وص الزوجين ببعضهما أولا وص الزوجة وصيادة قوية جدا لا تشم رائحة الجنة امرأة ماتت وزوجها عليها غاض بعد واحد نجع الزوج يا الله تعال شوفوا وص بالزوجة فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا يعني لما تقرأ القرآن الكريم كيف وسط الرجل بالمرأة يمكن واحدة بالعشرة ما وسط المرأة بالرجل المرأة بالرجل وصايا ولا قال خياركم خياركم لنسائهم ما أكرم النساء إلا كريم ولا هانهن إلا لئيم وفعلا ابحث في الأرض جميعا لا تجد مرأة موقرة ومحترمة ومصونة ومقدرة كالمرأة المسلمة عند المسلم ليش لو أبي عمل وابد خاله وبعدين أم أولاده وهذا عند المسلمين هذا التكوين العائلي تكوين أساسي عنده كل مسلم حيث ما كان في الأرض هذا عمك هذا خالك هذا ابنك هذا ابن ابنك هذا فيه كثير من من بقاع العالم ما لا قيمة يعني الطفل من صار مستعدت راح تركها لا وارطلع بعدها راح تصار لا نحن هنا أبوك وأبو أبوك وأبنائك وأبنائك قبائل وجعلناكم شعوبا وقبائل مو بس أنت قرارتك عم تقاطك أنت من يا شعب من العراق من سوريا من مصر قبائل بشير وقبيلتك يعني أمة أمة واحدة هذه الأمة مكونة من قبائل وشعوب وقطار وبدن ولهذا هذه الأمة الموحدة الكريمة قال كنتم خير أمة أهلت للناس ولهذا ولهذا الأمة الوحيدة المتقاربة بالأصول الأمة العربية الإسلامية يعني أنت المصريين لو تقرأ تاريخهم العراقيين لو تقرأ تاريخهم السوريين لو تقرأ تاريخهم يرجعون إلى قبائل واحدة قبل 100 سنة 200 400 500 100 سنة كانوا قبيلة واحدة بعد توسعت القبيلة صار خمسة قبائل ولهذا الله قال جعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا وكلنا نعلم أن هذه الأمة الوحيدة في قبائل وشعوب وعوائل وأن فلال من فلان وأن فلال من فلان بقيت العالم ماكو بوسع روح مستحس لن تلع بعفالة معه الراح ولهذا قال كنتم خير أمة من أجل ذلك الأرحام يعني ما عدا الفروع والوصول لا أمك لا أبوك لا أبنك لا بنتك كل ما عدا هؤلهم الأرحام عمتك وخالتك وعمك وخالك ومن عمك وقبيلتك إلى آخر جعلناكم شعوبا وقبائل يتعارفوا من هذا قال أن هذه أمتكم أمة واحدة ولا يستطيع أن ينكر هذا أحد ما من أمة موحدة وواحدة كالأمة العربية ثم لما جاء الإسلام الأمة الإسلامية من أين لذلك الأمة متعارفة أنت لما تروح أنت إلى أي بلد عربي تحس أنك غريب نفس اللغة نفس الدين نفس القبلة ونفس النبي وإلى آخره وعمك خالك جدك أبوك بقى مصرية وإنت أجدادك مصريين وإنت لقى من من سوريا يعني أمة فعلا أمة واحدة هذه أمة تحسينكم أمة واحدة على قبلة واحدة تحسينكم على بيت واحد تحسينكم نفس العادات ونفس التقاليد ونفس الحرام ونفس الحيب ونفس الشيء ما من أمة موحدة كهذه الأمة بما أنزل الله بها من من كتاب وسنة وبما جاء بها من أعصال أصيلة قوية وفيها من من التركات وفيها من التقارب وفيها من الأرحام ما لا تجدوا في أي أمة آخر أطلاقا وهكذا قال كنتم خير أمة والحمد لله ترجمة نانسي قنقر